مثلاً عندنا بالنسبة للتمارين عندنا هذا التمرين الأول يقول answer the question with short responses جواب قصير do you live in the demotri? هل تعيش بالأقسام الداخلية? yes, I do جواب قصير yes, I do yes, I do ثلاثة تقول no رح أقول no, I do not no, I do not هو قايا الجواب جواب قصير about yourself عن نفسك نفس الحاجة does Jack live in the private room? yes, he does no, he does not يعني أعتقد هذا الموضوع جداً بسيط أكو سؤال على هذا الموضوع يعني صيغة الامتحال من تجيك make a question كون سؤال أما هنا يده يقول لك answer question جواب جواب يعني هاي لسئلة ما تجي حقيقة هذا السؤال أنا مستحيل يجيب لك الأستاذ هيك سؤال يعني داوب بدوء أو داسي يعني مستحيل حتى إذا جاب لك ممكن يجيب لك نقطة يعني do you live in the demotri? يقول لك answer يقول لك answer the question with short response هذا هو السؤال هيش يجيب لك هيش يجيب لك نقطة احتمال نقطة ونقطتين أنت راح تجاوبه جواب قصير لصيغة السؤال بالنسبة لصيغة السؤال من يقول لك جاوب هذا السؤال من جاوبة يسنو السؤال راح يقول لك answer with short responses هذا جاوب هذا السؤال جاوب بي إجابة قصيرة من قال لك short responses يعني إجابة قصيرة يعني الموضوع هيش يعني الموضوع هيش خلاص نمشي بنظام خلينا نرتب الحل بشكل مرتب هنا شوف السؤال يقول answer the following question with short response هنا قال لك جاوب هنا سألك بأدات who لازم تجاوب وفقا للسؤال هنا ما راح تجاوب yes أو no ليش لن هو ما جاوبك ما سألك بفعل مساعد سألك بأدات سؤال إذا سألك أدات سؤال لازم تجاوب جاوب كامل راح تقل راح يقلك who lives من يعيش بالقسم الداخل تقل مستر أحمد when does he get up شووكت يقعد at three o'clock يقعد تلاف الظهر when does he eat break fast شووكت يترايق يترايق بالأربعة where does he go at eight o'clock بالثمانية وين يروح he went to the gym يروح للنادي where does he study in the after noon وين يدرس in the library في المكتب وين does he study in the library متى يدرس في المكتب ساعة الثامنة هذا هذا جواب هذا مو يسؤونه ليش لأن بدأت سؤال يعني ياريت ياريت الواحد يفهم الأمور كل من موضوع واحد كل سؤال وكل تمريين جواب واحد لا تخلطون علينا الأمور وتخدو وخلطون الطلاب طيب شوف هنا هذا أما أيضا قال لك جاوب هاي السؤال عن نفسك what do you do at seven o'clock on the morning يابع بسبعة صباح شو تسو أنت أنا ناين I am sleeping أو I go to school when do you I do at the noon المساء شو تسوي I teach students I go with my friends هنا جواب عام وتقدر تقول I play football هادي where do you study وين تدرس وين تدرس in my room بغرفتي where do you sleep وين تنام in the hall بالقاعد and in the car بالسيار هادي كيف أسألة عامة طيب تمرين هذا يقول change the subject to the Mr. Smith هنا عندك فاعل قائل لك غير الفاعل إلى سيد Smith we have many many books احنا عندنا هواي كتوب انا رجي أقول Mr. Smith راح أقول Mr. Smith has many books studies طبعا هنا غيرت the hub لأن الفاعل راح يكون مفرد we study hard ش راح اصير راح أصير Mr. Smith studies hard نضيف أسأل الشخص الثالث لأن هذا مضالع بسيط شون عرفت مضالع بسيط هو هذا اليوم متكلي يحجي عن زمن المضالع البسيط we catch bus every morning every morning يدل على زمن المضالع البسيط أيضا سأضح مستر Smith وضيف لأس الشخص الثالث هذول هم راح نضيف لأس الشخص الثالث أنا هم لازم يشرح لكم مي حتى ضميرك يرتاح نضيف 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 الثالث هذا السؤال يعني ما عرفش بيكم تستعجلون وتخلطون الأمور عليكم هذا السؤال يقول لك غير هذا التمرين إلى نضيف هذا واضح يابا سويلي سؤال نضيف 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 ثقان أمن مضارع البسيط مثال علي لدينا الكثير من سؤال هل أنني لدينا الكثير من سؤال هل أن أكون شخص مثيل اخذ أي جمل هذا الجمل هل أن ننفذ الجمل سأكون معدن نضيف هل أن نستدفع هل أن نستدفع نصل على الوقت هل نصل على الوقت؟ تقوم بسؤال معلومات يعني والله العظيم مكون سؤال معلومات يعني هاي شين واسئلة واضحة مثل وضوح الشمس يريدك تكون سؤال معلومات وطبعا القاعدة مال تكوين السؤال مال مضارع البسيط نتكياها وعلمتك عليه وعلمتك شلون تحجي مثلا اني على سبيل المثال عندي مثلا اون تايم من يكون لي سؤال عن الان تايم يلا من يقدر على المضارع البسيط اون تايم اشراح تصير شراح نستخدم يا ادات اون تايم شراح نستخدم يا ادات وين لان ثمن لان وقت اي نعم وين راح نقول وين دو وي ارايف وين دو وي ارايف خلي تمرين هذا ما حل لكم اياه هذا تمرين هذا تمرين راح يكون واجبكم للمحاضرة هذا تمرين اريدك تحلي اياه تحلي اياه هذا تمرين اريد اشوفك حل لك شلونة شوف لي الحل مالتك بما ان انا اخذنا وشرحنا بالمحاضرات السابقة مني بوكس حلية حتى لو غلط حلا مو مشكلة احنا اريد نتعلم مثلا ويريد انذا لا يبرر احنا نقرأ بالمكتب هاي مكان ذي يجو اني احط له وين احط له وين وين احنا نقرأ بالمكتب انا لدي ويستدي مثلا ويكاتش باص الباص غير عاقل اريد انا لدي قاعدة القاعدة تقول اداة ورا الادات شانو عندي اندي دو لماذا فعل؟ لأن الفاعل وي وراها وي الفاعل وراها الكاتش و أفريم ورنينج الباص حذفتها لأن هي رح حصل عنها مثلا 2 كلاس إلى الصف هاي شون ننحلها هاي أين حذفتها الاخر أين 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 هذا هو انتهى الموضوع معنا امت الاستثناء؟ هذا تمرين الكل اريده تحليه هذا تمرين كل اريده تحليه لهنا لهنا راح نتوقف هذا التمرين الكل اليوم يحليه الكل بدون استثناء واحد واحد راح يحله